اركب! حاضر! شوف بقى يا شادي انا جايباك الليلازي عشان عايز اتكلم معك في موضوع مهم جداً هيأثر في حياتي تأثير جازري انا تحت امرك يا انيسة داليا ربانا اخذيك بص في واحد رزل كده قوي ومن عائلة غنية ومحترم وكل حاجة جيه عشان يخطبه يخطبك ازاي؟ وانتي وفقتي؟ ايوه هو ده بقى اللي انا عايزة منك بالزبط الافورة في الكلام بص انا عايزةك في شغلانة ببسيطة كده تخلصني من اخ بهقدة واكل دماغ امي وجدي بشكل فزيح ورخمت عليه رخامة مش قادر اقولك عملت فيه عمال الرخامة مش جايبة نتيجة وفيش حل بقى غير ان هو اللي يرفضني ازاي؟ عايزةك تمثل انك بتحبيني امثل؟ بس انا ما بعرفش امثل يا سلام ده انت اكلت عمو عليها الاوانطة والشربة هو ولا حاسب اي حاجة اقولوا ان انا جيت كده في لحظة غريبة فاركشكلة كديني كلها كان زي ما نفسه فكر انك رجل اعمال لحد جدا مش معنى انا يعني اللي فكرت فيه عشان يقوم بالمهنة دي بصراحة ما اعرفش حد تاني وبعدين حمالة بيحبك وبيوسق فيك طيب امي المطلوب مني عشان عمله بالزبط؟ ولا حك انت هتشوفني طبعا في النادي صدفة هتيجي تسلم علي بحرارة شوية زيادة اول بقى ما يشوفك كده مفروض بقى يبقى عنده شوية دم ويحل عنه انا مؤمن ان الحب بيجي بعد الجواز عشان كده لما فكرت انه لما ماجهة تجوز هتجوز بشكل تقليدي وانا مش عيب لا طبعا مش عيب بس ممكن اسألك سؤال؟ متفضلي انت مريت بتجارب او قصص حب قبل ما تحكر انك تتجوز؟ انا مش هكذب عليك انا مريت بقصص كتير بس مش حب حب انما يعني كانت تسليه طب ممكن نعرف كم قصة تقريبا؟ مش فاكر يعني يعني نقدر نقول خمستاشر سبعتاشر عشرين مثلا؟ لا مش للدرجات دي طيب يعني تسعة عشرة؟ في الحدود دي لا انا تقريبا مريت بقيل من كده بقى تقدر تقول السبعة؟ سبعة؟ انت بتهزري؟ اوهزر لي؟ ما انت لسه بتقول عشرة هو؟ لا انا راجل ما يعبنيش حاجة انما انت انا ايه؟ بس بس انت بتختبريني؟ عموما انا كل البنات اللي عرفتوهم قبل كده انتهوا تماما من حياتي والدليل ان انا فكرت ان اما اجي تجوز فكرت في واحدة زيك اه واحدة تكون مؤدبة وبنت عائلة محترمة مش كده؟ في سؤال كنت عايزة اسأله لك ممكن؟ اه طبعا ممكن تفضل ما فكرتيش في الحجاب انت عايزنا اتحجب؟ انا ما بفردش عليك رأيي بس اكون سعيد طبعا انا وعملتي كده اه وطبعا عايزنا تسيب شغلي في الطيران ده شيء مفروغ منه ما انا مش معقولة ابقى هنا ممراتي في لندن مثلا اه طبعا اه طب ليه بهاء مخدتهش من قصرها كده واتجوزت واحدة يعني لابس الحجاب مدام انت نفسك واحدة محجب؟ انا قلتلك انا مش شرعت عليه كده اه بس انت بقى عايز تكسفاس هواب فيعني ايه تبقى تجوزتيني وقعدتيني في البيت ولبستيني الحجاب؟ اظن دي حاجة تسعد اي واحدة هاي دودا ازايك يا شاد وحشتيني وانت عوش نموت ايه ده انت فين يا راجل؟ انا موجود اربع ساعات ما اشوف كيش يا راجل لا 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 انا بازعل والله اه بها احب اعرفك اه شادي صاحبي الانتمياني باي بس فرند اهلا وسهلا اهلا وسهلا ده بقى واحد من السبع اللي كنت حكيتلك عليها طيب اصيبك انا مع بعض شادي جادي خلطت الليلة الحمد لله يا دودا جامد دي نتيجة طبعية يا ماما نونة كان لازم يطلقوا الجوازة كان باين عليها من الاول اللي يجي بالسهل يروح بالسهل كان ونبي يااختي انا ما كنت موافقة انما ما عرفتش بقى اللي بعد ما كتب كتابه عليها انما انا من الاول كده ما كنتش مرتحة لها شنكلته ازاي دي ما اعرفش شنكلته ايه بس يا ماما نونة هل تفكر حمادة أماله؟ ده دخينه ومش حلو وأعده ستين سنة متخيلة يعني البنات هتقطع نفسها عليه؟ لا يا نوال، لا يا أختي، حمادة زي الأمر خليه بقى يركز في شغله عشان يعمل حاجة صحة في حياته كيف حالك؟ أهلا يا علام، ودي البايز الثاني وصل أهو، والله عالة عيزه دي كلها تحف ليه بس هنونه، ممنونة، والنعمة الشريفة زي الأمر هل تقدر تقولي لي، واحد زيادة ما يتجوص الآن؟ حقا، غلبت فيه، لساني تلوى، إنما ما فيش فايدة مش نافع واتجوز منين يا ممنونة، ما أنت عارفة؟ كل الفلوس اللي جاتلك دي وتقولها تجوز منين؟ واحد مبطرش جواز طور عمره والتاني مقضيها استعباط انتو عرفتوا إن حمادة طلق إناسي؟ وعرفت منين؟ انت قابلت حمادة؟ لا، قابلت إناسي دي وحشة، إيه وهتكون سلمت عليها ولا كلمتها؟ الحمد لله ربنا نجانة منها هو حمادة فين؟ قاعد كم يوم كده عند واحد صاحبه لحد أعصابه ما تهدى وبإذن الله حيجي يقعد معانا هنا آه، أصلا يعني عرفت إنها مباشباشة معالي ومين دول؟ مباشباشة إزاي يعني؟ بعلق إناس المحل قبل ما يطلقها، وعاكم كم مليون قالها المحل؟ أهو أهي أصلها كانت مديناب مبلغ كده، مقصور علي للضرائب، وإنت عارف حمادة، ما يحبش حد يبقالوا عنده حاجة، طبعا، طبعا، بس آه، على الله بقى صاحبه اللي قاعد عنده ده، ما يقلبوش، هو قاعد عند مين؟ اتنوريلي هنا وكلميني، أنا عايزة عارف إيه اللي حصل بالزبط، ما حصلش حاجة يا مامي، أمال إيه اللي هبيبتي ده؟ أنا ما هبيبتش حاجة، داخله بسيط في وجهة النظر، الأستاذ بهاء عنده ماضي من نايل بستين نيلة، مش مهم أن يكون عنده ماضي، المهم أنه جاي يتجوزك، وبعدين أي شاب يمر التجارب في حياتي، أنا ما عندي شي اعتراض على ذلك، المشكلة عنده مش عندي يعني، يعني إيه بقى إن شاء الله؟ يعني زي ما هو عايزني أقبل أن يكون عنده تجارب، أنا تمام من حق يبعاني جديد، إزاي يا عمي، انتي قلت له الكلام ده؟ لا ما قلت لهش، أنا خليته يشوف بعني، يشوف إيه؟ إحنا قديم مع بعض واحد جاي يسلم علي، راح دقيم وخطبان وماشي، طبعا، له حق يعمل أكثر من كده، ومين بقى ده اللي جاي يسلم عليك؟ واحد يعني إيه واحد؟ يعني فيه بينك وبينو حاجة؟ لا طبعا ملهش، تابو ليه موقتيش لبهاء الكلام ده؟ أنت عزيني وضعت زرله، وقل له معلش عشان واحد يسلم علي، وهو عمالي حكي على غرامياته، وأنه مقطع سمكة ودلهاك؟ يعني برضو نفست اللي في دماغي وكفاكشة الجوازة، شوفي بقى مين اللي حيسأل فيكي ولا يعبرك حتى؟ ألو؟ أنا سيداليا ممكن أشوفك؟ عايزة أتكلم معاك في موضوع مهم، المكان اللي تحبيت؟ خلصا أنا حستني هناك، مع السلامة أنت ما لك بال يا مونيربي، بيتاذا؟ انت؟ مش عجبني آنة مدة你知道؟ ليه بس يا مونيربي? single day M, When Little, Beller أس رسوع نعمي فيه للعمل يب93 얼마 sacقود لك و LEGO وكيفierت عد برضو يا مونيربي؟ أن لا يمكن أن أنسأ أفضلكو علي انا بس اليومين دول مش عارف مليش نفسي للشغل ليه وإيدي مش قادرة تمسك الريشة داليا ايه اللي جابك ازاك اي جده ايه يا عي مخضيت جايبني على ما لوشي كده ليه ايه بقى الموضوع المهم اللي انت عايز تتكلم معايا فيه لا لا مفيش انا انا بس كنت تعديت على المحل بتاع الأساس حمادة فلاقيت المحل تغير وبقى معرض كده اسمه وومن براند فسقلت الناس هناك قالوا لي ان الأساس حمادة باعوا فحبيت اعرف منك بس اللي حسن يكون الأساس حمادة في أزمة ولا حاجة بابا بقى المحل غريبة دي مش غريبة ولا حاجة شغل السوق ده مش محتاج دلع سالم باشا اهلا وسهلا اتفضل اتفضل هلقتني يا عرباب هو في اي انا هكلم لا لحظة واحدة بس هو الحقيقة مش هو ده الموضوع الوحيد اللي كنت جاي فتحك فيه انا ساداليا امال ايه الموضوع لما حضرتك طلبت مني اني امثل ان احنا يعني بنحب بعض او حاجة زي كده انا وفقت ان انا اعمل كده لاني مقدرش هرفضلك طلب صحيح مرسي قوي يا شادي الخطة جابت نتيجة هيلة العريس خدله في سنانه وطار انا ساداليا انا ما كنتش بامثل ساعتها يعني التمثيل على البجاد لا ما هو التمثيل ما كانش تمثيل من اساسه انا بصراحة اترددت كتير قبل ما فتحك في الموضوع ده انا عارف انك مش حاس بيا بس انا قلت يعني اقولك كده عشان يمكن تحس بيا فيوم الايام انت بتحبيني يا شادي ايوه هو حبي ليكي حاجة تضحك ولا حاجة لا حسنا ابتكرت اول يوم شوفتك فيه انت كان شكلك عجيب او انت ايه مكنتش بتستحمى ولا ساري انا ما دهب معلش لو بتحبيني زي ما بتقول ستاخد علي كلامي ايه 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 اه 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 معقولة بنت الازينة دي توصلك ان اتطال على انكل سليمان حماد عايزو مش لقي مكان يقعد فيه ماتش ليش هام يا داليا انت عرف يا بوكي انا بقى على الوقع من دول بس بعرف ازاي ام منها ازاي الحظار ايه بس مش قادر اصدق يعني كل الدلع لك بتدلعه وعليك ده وكل الحب ده كانت تمثيلية معقولة فيه ستات كده الاقرف اللي هي في ده يعني اعملت كل ده عشان في الاخرى توصل لحتة محل عارف انت ودين اللي وصلني ليه انا اروح ارقاشها بسنين تصبر علي يا دودة وحياتك عندي لوريها ان يكون في عز الضوء انا ما سيبش حق انت عارفاني انت هو في قطب منك يا حمادة في الدنيا دي كلها اسمع بقى انا عندي حتة دين فكرة امقرية انت تسيب البيتها عند اونتل سليمان وانا هسيب البيت لفوزين وانا وانت نقجر شقة ايجار جديد نقعد في احنا الاثنين علي يا نعمة دي احلى حاجة في الدنيا انت احلى حاجة في حياتي يا بنت انت بل جيبي بوزين يا سلام سمعنا دودة اخلا انا هقول لك خلاصة التجربة المريرة اللي انا عشتها ايوة الخلاصة انا حسة ان احنا داخلينها على حكم وفلسفة وكلام كبير اون اوعي تتجاوز اللي انت بتحب لازم تتجاوز اللي بيحبك ويموت فيكي جد اشتركوا في القناة